خليك بيتك أو كل مسؤولا عن صحة أسرتك التزم في المنزل ولا تخرج إلا للضرورة وربما هذا الحجر الصحي كسر الروتين والعمل اليومي والحياتي لكثير من الرجال بما تاح لهم عمل ومسؤوليات أخرى لكن من نوع آخر هذا العمل ربما كان من الصعب تصويره في الظرف العادي للبلد لكن اليوم بسبب فيروس كورونا أصبح فعل يعمده الرجال لتمشية الساعات الطويلة والمملة حسب وصفهم للحالة داخل بيوتهم وأصبحت حملة للتحدي أطلقها الكثير عبر مواقع التواصل يظهرون مرة إبداعاتهم وتفوقهم في الطبخ وتدابير المنزل ومرة للتنافس أي منهم يقوى على كسر حاجز الجرأة وظهار مصنوعاته المنزلية للعلنة وحين بادرنا بعرض فكرة تقريرنا الإخباري على بعضهم ومما روج لنفسه إن أجتاز الإختبارات المنزلية وبنجاح لم يعترض أغلبه مبادر حقا إلى رسال مقاطع فيديوية لهم استمر مواهبنا في الحجر الصحي المنزلي واليوم سوية حلاوة شعرية ومكانكم خالي لنجد إن الرجل قادرا على تقاسم المسؤولية مع المرأة حتى داخل المنزل ولكن يبقى السؤال إلى أي حد ممكن أن يقام الرجل ذلك الحجر والتعود على ممارسة الحياة بهذه الطريقة منهم من أرجعنا إلى أكلة شعبية قديمة ومنهم من اكتفى بطهيه للرز لأنه أكد بأنه يتقن هذا فقط وآخرون وجدنا أن مقاطعهم قد تصدرت اهتمام المتابعين على صفحات الفيسبوك فالتقطنا بعضا منها تسويق للتفاؤل والأمل وثبات أن العراقين يعشق الحياة وعدم اليأس والاستسلام للإحباط وأن الخطر لا يمكن صده فحتى الأخبار وصفها العراقيون بأن محرريها لابد أن يضعوا في بعضها أخبار تفاؤلية لتزيد من مناعة وإرادة المواطن في مواجهة الأمر